أهد في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الركن الخامس هذا البرنامج الذي نستضيف فيه ثلة من أصحاب الفضيلة المشايخ والأساتذة الكرام في هذه الحلقة نسعد بلقية فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن الأستاذ في المعهد العالي للقضاء دكتور إبراهيم سلام عليكم وحياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وأصدر الله عزيزي ونفق الجميع لما يحب ويرضى وأتشرب لأن أكون معكم في هذا البرنامج المتميز حياكم الله دكتور إبراهيم وحيا الله الإخوة السادة المشاهدين الكرام ونحن نتحدث بإذن الله تعالى في مواضيع مهمة تهم الحاجة والمعتمر خصوصا في هذه الأيام المسلمون من شتى المعمورة يفيدون إلى هذه البلاد المباركة ليؤدوا مناسك حجهم دعني أبدأ معك دكتور إبراهيم منطلقين من قول الله تعالى والفجر وليال عشر حيث يعيش المسلمون هذه الأيام الفاضلة العظيمة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فلا شك أن هذه الأيام هي أفضل أيام الله جل وعلا وقد خصها الله عز وجل بميزات وخصائص وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانتها وفضلها فمن من الله عز وجل عليهم بأن يفدوا إلى هذه البقاء فهم يعيشون أفضل الأيام ويعيشون في أقدس الأماكن ويعيشون أيضا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام ومن يكونون في الأمصار ولم يقدر الله عز وجل لهم الحج فهم أيضا يشاركون هؤلاء في هذه العشر الفاضلة التي من فضلها أن الله عز وجل أقسم بها كما ذكرت في هذه السورة وليال عشر فهذه الليال العشر على رأي بعض المفسرين أنها هي عشر ذي الحجة وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بيانا شافيا واضحا في فضل هذه العشر فقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ورد ذلك في أحاديث كثيرة من أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح وغيره فالمقصود أن هذه الأيام هي أفضل وإيام الله وقد فضلها كثير من العلماء حتى على العشر الأخيرة من رمضان والقول الذي قال به أيضا بعض المحققين أن أيام هذه العشر أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي هذه العشر وعلى كل الأحوال فنحن أمام منحة إلهية وأمام فرصة حقيقية للأوبة والرجوع والتوبة وكذلك معاملة الله جل وعلا من خلال هذا الموسم العظيم الذي يعيشه المسلمون جميعا سواء من وفدوا إلى هذه البقاع أو من كانوا في بلادهم فهم يعيشون هذه الأيام العشر وهي فرصة للإكتار من كل عمل صالح ولذلك جاء الحديث بلفظ العموم ما من أيام للعمل الصالح فهذا يشمل كل عمل صالح وأولى ما يتقرب به ما فرضه الله جل وعلا فإن أحب ما يتقرب به الإنسان الله عز وجل هو أن يتقرب إلى الله بما افترضه عليه ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فهذه الفرائض ما جعلها الله عز وجل في رتبة الفرائض إلا لكونها أحب إلى الله عز وجل ولهذا فمثل هذه الأيام كون الإنسان يحافظ على هذه الفرائض ويؤديها في أوقاتها وكذلك أيضا يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه أفضل من النوافل ثم تأتي بقية النوافل وهي شاملة أمور كثيرة ولكن ثمت عبادة جاءت في القرآن وجاءت في هذا الحديث الذي ورد في فضل هذا العشر وهي عبادة يسيرة وسهلة يمكن كل مسلم أن يقوم بها ولكنها عظيمة عند الله عظيمة في ميزان الإنسان ألا وهي ذكر الله جل وعلا ولهذا قال الله عز وجل في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام وهذه الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة وقال في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق فكلها أيام الجانب الذي يجب على الإنسان أن يعتني به فيها من العمل الصالح هو ما يتعلق بذكر الله وفي الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل وهو الحديث الذي تبين فيه فضل هذه العشر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميل فورد التخصيص بشأن الذكر وهذا العمل أيضا من فضل الله نو لا يرتبط بقدرة وغيرها فمدام عقل الإنسان باقي ويستطيع فيمكنه أن يقوم بهذه العبادة وأن يلهج بذلك وهذا ما كان يفعله سلف وهذه الأمة في هذه العشر فكانوا يغتنمونها في ذكر الله عز وجل بل ويعلون أصواتهم بالتكبير وتشغل الأسواق وكذلك الأماكن العامة بمثل هذه العبودية العظيمة التي هي من شعائر الله عز وجل جميل دكتور إبراهيم المسلم والحاج في هذه الأيام يرفع لواء التوحيد دائما ما يلهج إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر وهو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهذا هو شعار المسلمين فلا شعارات بينهم يتنافسون فيها وإنما هو شعار واحد بألوهية الله وحده سبحانه وتعالى لو تحدثنا عن هذه الجزئية وأيضا ذكرت فيما يتعلق بالتكبير لو وضحتم صيغته أولا أحسنتم في تخصيص الحديث عن هذا الجانب المهم الذي لا شك أنه من أهم ما يجب أن يذكر به الحجاج والمسلمين عموما كيف لا وهو أصل الأصول وأساس القبول هو رسالة الأنبياء جميعا فكل الأنبياء جاءوا بهذا الشأن لو هو توحيد الله عز وجل هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة مكة كل هذه المرحلة لترسيخ هذا المبدأ وهو توحيد الله عز وجل وأركان الإسلام والعبودية كلها قائمة على هذا الأصل ألا وهو توحيد الله عز وجل وهذا المعنى هو الذي سيجمع المسلمين جميعا وما جاء المسلمون من كافة أقطار العالم إلا ليوحد الله جل وعلا من خلال أداء هذا الركن ألا وهو الحج إلى بيت الله جل وعلا فتوحيد الله عز وجل من أهم ما يجب أن يذكر به لأنه هو أصل قبول أي عمل فإذا صح التوحيد فإن الإنسان لا يضره مع ذلك أو على الأقل لا يؤثر عليه لو فرط منه شيء أو وقع في بعض ذنوب المعاصر لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن ينشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن إذا وقع الإنسان في خلل في هذه العقيدة في هذا التوحيد فيما يتعلق بحق الله عز وجل فإنه على خطر عظيم فربما يدعب نفسه ويجهد نفسه ثم يعود بعمل يكون هباء من توراه ولهذا جاء فيما يتعلق بفرضية هذا الحج التأكيد على هذا المعنى وهو توحيد الله عز وجل يعني يأتي في مقدمة الأدلة قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا تقديم الجار المجرور لفظ الجلالة ولله على الناس يفيد الاختصاص والحصر وإفراد الله جل وعلا بهذا العمل فكأنه حق الله جل وعلا الذي يجب من خلاله أن يتوجه المسلمون إلى الله جل وعلا لا إلى غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي بيّن فيه فضل الحج مبينا هذا الجانب هو جانب الإخلاص والتوحيد قال من حج لله وهذا لفظ البخاري من حج لله فلم يرفض ولم يفسق لله أي يجب أن يكون العمل قائما لله عز وجل هذا الشأن هو شأن التوحيد هو أساس بناء هذا البيت فما بني هذا البيت العتيق إلا لإقامة توحيد الله إلا ليجتمع المسلمون من كافة أقطار الدنيا فيتوجهون إلى الله جل وعلا بأعظم ما يتقرب ألا وهو توحيد الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى وَإِذْ بُوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبِيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِيْشَيْا فتوحيد الله عز وجل لأجله بني هذا البيت لأجله أسس هذا البيت المسلمون جميعا يجب عليهم أن يعتنوا بهذا فكما ذكرته هو مقصد الرسالات كلها هو هذا العمل وهو توحيد الله عز وجل هو الأصل الذي إذا حققه الإنسان فإن الوعد الذي جاء بأن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعين الذين يدخلوا للجنة لأنهم حققوا توحيد الله عز وجل فالمقصود أن العلانة بالتوحيد وتذكير الناس بتوحيد الله عز وجل ولسيما في هذا المقام الذي قد تختلط فيه الأغرام وقد يحرك الإنسان في بواعث الدنيا قد يأتي مثلا رياء أو سمع أو لطلب جاه أو لغير ذلك فما أحران أن نتذكر جميعا الحجاج وغيرهم أن هذا المعنى هو الأصل الذي تقبل به جميع الأعمال وهو توحيد الله عز وجل يكفي في فضل التوحيد أن كما ذكرت أن استحقاق تخول الجنة على هذا ولهذا جعله الله عز وجل بصيغة الحق فحق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوه به شيئا وإذا فعل العباد ذلك فقد أوجب الله على نفسه تكرما وتفضلا أن يوجب لهم دخول الجنة فمن حقق التوحيد فحقهم على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أول أمر في كتاب الله جاء بتوحيد الله عز وجل وأول نهي في كتاب الله عز وجل في القرآن جاء عن ضده وهو الشرك يا أيها الناس عبدوا ربكم والذين خلقكم والذين من قبلكم وعلكم تتقون إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فهذه المسألة وهي قضية مهمة جدا هي من الثوابت التي يجب أن لا يختلف الناس عليها الناس كلهم ربما يختلفون في فروع ربما أيضا تكون هناك اجتهادة لكن مسائل العقيدة والتوحيد هي من الأصول التي تجمع القلوب وتجمع الكلمة ويجمع عليها العلماء فما أحرى الجميع أن يعتني بهذا الأصل وأن يحققه من خلال هذا العمل الجليل أما ما سألتم عنه هو قضية صيغة التكبير فالحديث ورد فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وقد وردت صيغ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان في سعى في هذا لكن أفضل الصيغ التي وردت أن يقول للإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فهذه هي الصيغة المستحبة في موضوع التكبير وينبغي أن ينشغل الإنسان بها حتى في أثناء الإحرام المحرم شعاره التلبية كما سيأتي الحديث عنه ولكن مع ذلك لو كبر الله جل وعلا فهذا من العمل الجليل الذي يتقرب به إلى الله عز وجل ولهذا من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو جابر رضي الله عنه وهو من اعتنى بحجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فمنا الملبي ومنا المكبر يعني منا من ينشغل بالتلبية ومنا من ينشغل بالتكبير فتكبير الله جل وعلا هو عمل من مقاصد هذه العشر التي هي عشر ذي الحجة ومن مقاصد أيام التشريك وينبغي لكل مسلم أن يحظى بأوفى نصيب من هذا التكبير ليكون ذلك في سجل حزناتي عند الله عز وجل جميل دكتور إبراهيم يعني بعض الحجاج الذين يأتون من بلدان بعيدة وبالتأكيد أنهم بذلوا الغالي والنفيس حتى يصلوا إلى هذه الأرض المباركة قد يقع في خطر عظيم وهو خطر الشرك فيشرك بالله يشرك بالعبادة مع الله سبحانه وتعالى أحدا لو تحدثتم عن هذا الموضوع موضوع الإشراك بالله من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم وهي أمور بسيطة قد يقع فيها بعض الحجاج وأيضا لو وضحتم الجهود المبدولة من رجالات هذه الدولة المباركة وعلى رأسها قيادتنا الرشيدة في بذل الغالي والنفيس وتدليل الصعاب حتى يصلوا إلى هنا وأيضا حتى يكون حجهم صحيحا دون شوائب أولا دعني فيما يتعلق بموضوع جهود هذه الدولة فنحن نعلم أن من ميزات هذه الدولة وهذا جزء من اصطفاء الله واقتياره أنها دولة عنيت بهذا الأصل وهو توحيد الله عز وجل منذ تأسيسها على يد الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد معدروهب رحمه الله إلى يومنا هذا ومن نعم الله جل وعلا على هذه البلاد هذا النقاء والصفاء العقدي فلا يوجد ولله الحمد أي مظهر من المظاهر التي تخدش توحيد الله عز وجل أو تؤثر فيه سواء من الأضرحة والقبورة وغيرها التي قد تكون متعلقا لمن يتعلق بها ويصرف شيئا من أنواع العبادة لله عز وجل وكل ولاة الأمر يعنون بهذا الأصل وهو توحيد الله عز وجل وإلى هذا يعزى ما تعيشه بلادنا من نعم عظيمة من أمن وأمان واستقرار ورغد في العيش واجتماع وألف وتكاتف كلها جراء هذه النعمة العظيمة لأن هذا وعد الله وعد الله جل وعلا لمن حقق توحيده أن ينعم بهذه النعم قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سيعيشون أمنا بكل ما تعنيه الكلمة من مهنة أمن تام في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة أمن حسي وأمن معنوي كافة مفاهيم الأمن تتحقق بتوحيد الله عز وجل وفي آية أخرى وهي صليحة بلفظ الوعد قال الله تعالى فيها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدننهم من بعد خوفهم أمنا ما مقابل ذلك يعبدونني لا يشركون بشيء توحيد الله عبودية الله الخالصة هذا ما قامت عليه هذه الدولة والله الحمد ولا تزال ولله الحمد إلى يومنا هذا وموضوع ما يتعلق بحماية التوحيد وإبعاد الناس عن كل مظاهر البدع والشرك والخرافات وغيرها ميزة تتميز بها هذه البلاد ونسأل الله عز وجل أن يديمها وأن يعفظها وأن يعز ولا تأمرها لأنهم قاموا على هذا الأصل الأصيل لا هو توحيد الله عز وجل الملك عبد العزيز رحمه الله وطيب الله تراه وجعل الجنة مثواه قال من ظن المقولات التي خلدها التاريخ قال أمراني لا أتهاون فيهما ويعني دونهما نفسي وأهلي وولدي الأمر الأول كلمة التوحيد لا إله إلا الله قال فوالله وبالله وتالله يعني يبذل أن كل ما يستطيع دون هذه الكلمة يكفي أننا نعتز ونفتخر بمثل هذه المقولات ويجب أن نجسد ذلك أيضا في تصرفاتنا في أقوالنا في بيئتنا حماية لهذا الأصل له هو توحيد الله عز وجل وما أشرتم إليه من تفريط بعض الحجاج وهذا أمر يعني يقع ولا شك لأنهم يفدون من بقاع مختلفة وينتمون أيضا إلى بيئات متنوعة وقد يكون في بعض البيئات من لا يوضح مثل هذه المسائل ومسائل التوحيد انتشار الجهل انتشار الجهل وغير ذلك فقد يأتون بمثل هذه الخلفيات ولهذا مثل هؤلاء حقيقة مسؤوليتنا أن نصل إليهم بكلمة أن نصل إليهم بمثل هذا التذكير لأن دعوة التوحيد هي دعوة الرسل جميعا فكل رسول أرسل إلى قومه إنما كان أساس دعوته وتوحيد الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لو قرأنا مثلا ما قص الله عن الرسل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عدن أخاهم هودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر ذلك من ما جاء في كتاب الله عز وجل فهذا هو الأصل الذي اجتمعت فيه جميع الرسالات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أبناء علات يعني الأصول واحدة فأصل جميع الرسالات السماوية هو هذا الأصل ألا وهو توحيد الله عز وجل فتذكير الحجاج بأهمية هذا الأصل وتحقيقه هذا تذكير بأصل قبول العمل نحن نعلم أن كل عمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه ركنان وشرطان الشرط الأول أن يكون خالصا لله هذا تحقيق توحيد الله لأن الإخلاص لله عز وجل هو تحقيق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله ولهذا فهو تذكير لإخوان الحجاج وجميع من يفد إلى هذه البقاع بأن نعتني بهذا الأصل فلا يضيع الإنسان جهده ويأتي مثلا ويبذل الغالي والنفيس وربما يجهد نفسه ثم يقع في بعض الأمور عن جهل إما أن يتبرك بما لا ينفع ولا يضر وإما أن يطوف مثلا ببعض الأماكن التي يعتقد أن لها مكانة أو أن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير الله عز وجل أو أن يستنجد بغير الله عز وجل كل ذلك مما توافرت النصوص على أنه صرف للعبادة لغير الله عز وجل وهذا المقام هو مقام إخلاص العبادة لله عز وجل فالبيت بيت الله والجميع يتجه إلى الله والضرورة التي تلجئهم هي إلى الله عز وجل فصرف شيء من هذا لغير الله عز وجل هو من التفريط الذي يجب أن يحذر كل مسلم منه جميل دكتور إبراهيم أنا سوف أطلب منك بعض الأمثلة والشواهد على ذلك لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير نواصل بعده حديثنا مع ضيفنا فكونوا معنا وعلى كل طامر يأتين من كل فج عميق حياكم الله مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الركن الخامس ويمتد حديثنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور إبراهيم الميمن الأستاذ في المعهد العالي للقضاح ياكم الله دكتور إبراهيم أهلا وسهلا بكم وصل الله أن ينفع بهذا الجهود اللهم أمين كان حديثنا قبل هذا الفاصل حول شيء من الجهود المقدمة من هذه البلاد المباركة في خدمة رعاية الحجاج ولعلنا نفسر القولة في هذه الجزئية حيث أن ولاة أمرنا حفظهم الله في هذه البلاد المباركة كل غايتهم أن يصل الحاج سالما آمنا وأن يعود إلى وطنه سالما آمنا لو تحدثتم عن هذه النقطة أحسنتم وكما ذكرتنا قبل الفاصل كان الحديث عن جهودهم في ما يتعلق بحماية التوحيد وإبعاد الناس عن مظاهر الشرك وهذا شأن والله الحمد قام عليه ولاة الأمر منذ عهد المؤسس وإلى يومنا هذا وما قبله ويأتي الجانب الآخر وهو ما يتعلق بخدمة هذه البقاع فلا شك أن هذا الأمر لا يمكن أن ينكره إلا جاحت أو مكابر أو من في قلبه هوا وإلا فقد اختص الله ولاة أمرنا بخدمة هذه البقاع وخدمة قاصديها من الحجاج والعمار والزوار بصورة لم يسبق لها مثيل يكفي للتدليل على ذلك أقول يكفي أن يطلع الإنسان على واقع هذه البقاع وما يقدم فيها من خدمات سيجد أنه لا يمكن لأي إنسان أن يقانن واقع هذه الخدمات بما كان عليه الأمر سابقا فقد بذل ولاة الأمر الغالي والنفيس وخص هذه البقاع بالعناية بل هي الأولوية القصوى والثابت من سياسة هذه المملكة العناية بهذه البلاد يقدمون ذلك في تجرد لله عز وجل وفي تحقيق لمعنى قول الله عز وجل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس السواء فجميع من يقصد هذه البقاع له حق الوصول إليها دون النظر إلى معتقداته أو خلفياته أو انتماءاته أو حتى ربما مواقفها التي وقفها وإنما من حق أن يصل فتجردوا عن تسييس هذه المواقع أو عن إخضاعها للمتغيرات بل يقدمون هذه الخدمة وهذا أمر يعلنه ولاة أمرنا في كل مناسبة ويقومون عليه ويكفي أيضا للتدليل على ذلك أن ولي أمرنا ومليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين يتشرف بلقب خادم الحرمين الشريفين للدلالة على العناية بهذه الأماكن ويعني كذلك تقديم هذه الخدمة لها والذين يصلون إلى هذه البقاع ويمن الله عز وجل عليهم ويرون هذا بأمي عينهم لا يصدقون ولا حقيقة يعبرون عن مشاعر لا يمكن الإنسان أن يصفها إلا أنها توفيق الله عز وجل وحفظ الله عز وجل وتسديده لولاة أمرنا أن خدموا هذه البقاع في كل التفاصيل إن جئت ما يتعلق بالبنى والتجهيزات والخدمات وكذلك أيضا الطرق والإنشاءات والخدمات النقل كل ما يقدم الحجاج ويجعل هذه الرحلة الإيمانية وهذا الركن الخامس يجعله من أيسر ما يكون على هؤلاء الحجاج للجميع يعني يستطيع أن يوجد الإنسان هذه الخدمات المقدمة من أولاة أمرنا فحفظهم الله وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يزيدهم عزا وتوفيقا وتسديدا وبهذا يكون الرد على من يزايد على هذه البقاع أو من يحاول مثلا تسيس بعض المواقف ويستغل بعض الأمور فيكفي أن يأتي الإنسان ويشاهد وكل من جاء لا أقول من شاهد بذلك ومن أبناء هذه البلاد لأن هذا واجبهم ولكن حتى من وفاد وجاءوا من بقاع مختلفة بل من بقاع ربما يكون لها مواقف يختلفون فيها مع المملكة عز وجل واختياره وتوفيقه لولاة أمرنا أن يقدمون هذه الخدمات الجليلة لهذه البقاع فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع اللهم أمين ومع ذلك بحمد من الله المكان صغير والأيام معدودة والأعداد كبيرة جدا ومن نجاح إلى نجاح بحمد من الله ثم بفضل قيادتنا وأيضا أبناء هذا الشعب الكريم الذين ربما ذهب كثير منهم متطوعون بعضهم في الصحة وبعضهم في التوعية وبعضهم ربما في الدفاع المدني وغيرها كلها خدمة لحجاج بيت الله الحرم أحسنتم الحقيقة الدولة كلها بكافة فئاتها وأفرادها على رأس ذلك أولاة الأمر فهم من يأتون إلى هذه الأماكن في هذه الفترة ويشرفون إشرافا مباشرا على كل ما يقدم لحجاج بيت الله وتأتي أجهزة الدولة كلها مجندة لخدمة هؤلاء الضيوف الذين وفدوا إلى هذه البقاع ويقدم في ذلك ما يفوق الوصف من جهة تفاصيل هذه الخدمات ولكن دعني حقيقة أخص فئة هم ممن جعل الله عز وجل قدرهم أن يشاركوا في خدمة حجاج بيت الله ألا وهم رجال الأمن على وجه الخصوص سواء هؤلاء الذين يباشرون في هذه المواقع في هذه الأماكن في الحرمين أو من يكونون أيضا على الثغور وعلى الحدود لأن هذه النعمة تمتد أو هذا ينعكس جهودهم على الحدود وحمايتهم لهذه الثغور ومقاومة من البغاة والمعتدين والمفسدين والمضلين الذين يحاولون أن يخترقوا من هذه البلاد سينعكس لا شك على هذه البقاع ولهذا يكفيهم شرفا وفضلا أنهم ليست فقط يدافعون عن حدود بلاد وإنما يدافعون عن مقدسات يدافعون عن دين يدافعون عن عقيدة يدافعون عن مكتسبات يدافعون عن كل ما يقوم به أبناء هذه البلاد فهؤلاء ينعكس جهدهم على هذه البقاع ثم هؤلاء الذين يباشرون ولذلك من أبسط حقوقهم على كل مسلم وعلى مواطن هذه البلاد على وجه الخصوص أن تذكر هذه الجهود وأن يذكروا في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذه الأيام الفاضلة بالدعوات الخالصة أن يحفظهم الله عز وجل وأن يسددهم وأن يؤيدهم وأن يعزهم وأن ينصرهم هم ولا تأمرنا ولا شك لأن هذا من أبسط حقوقهم ولا بد أن نذكرهم كرجال فعلا قاموا بما يجب عليهم وليسوا فقط يقومون بها كمهمة بل من ينظر إلى واقعهم وإلى تعاملهم مع حجاج بيت الله الحرام سيجد أنهم يتلذدون بهذه الخدمة ويقومون بها بأريحية وبإنبساط وإنشراع وفرح ويقدمونه وهم فعلا يستشعرون معنى العبودية لله عز وجل ولذلك الصور والشواهد التي رآها الجميع لم تكن هي مقصودة وإنما نقلت على كافة المستويات هي تشهد بأن الله عز وجل قد وفق أولاة أمرنا وقد وفق رجال أمننا أولئك الذين يقكون هذه المواقف ويقدمون هذه العبوديات العظيمة لله عز وجل فهنيئ لهم هذه المقامات العظيم وهنيئ لهم العجور العظيمة وهنيئ لهم تلك الدعوات التي تنطلق من كل من شرفه الله عز وجل لحج البيت والوقوف بهذه المواقف الجميع لا شك أنه أبسط ما يمكن أن يتذكر تذكر هؤلاء الرجال الذين ما وصل هو إلى هذا الموقف ولا نعيم بهذه الخيرات ولا تلذت بهذه العبودية إلا بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه جهودهم التي كانت وراء هذا العمل الجميل جميل نسأل الله أن يوفقهم وأن يحفظهم فعلا رجال الأمن يستحقون منا أن نخصهم بدعوة صالحة خاصة في هذه الأيام أعود دكتور إبراهيم إلى موضوع توحيد الله في الحج ذلك الحاج الذي رفع شعار التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك معاني عظيمة من وحي هذا الدعاء وهذه التلبية لو تحدثتم عن هذه النقطة وأيضا إنعرجتم على حديث جابر والفوائد المستنبطة فيما يتعلق بموضوع التلبية أحسنتم والحقيقة أول ما يلفت النظر أن جابر رضي الله عنه لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة الذين حقيقة توافروا على نقل حجة الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ليس فقط من جهة مضامينه وإنما حتى في بداية هذا النداء لما أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج كان هذا الشعار هو المتردد عبر العصور فهو الشعار الذي يختص بهذه الشعيرة وبهذا المنسك وبهذا الركن العظيم وهو الذكرى الخاصة الذي يتميز به الحجاج وإذا سمعت هذا النداء يعني حقيقة يتردد في أصداء مكة وفي أصداء الدنيا فستجد له طعما خاصا ومذاقا خاصا لأنه كل جزئيات تنطق بتوحيد الله عز وجل فيأتي فيه أولا أن هذا الذي ينطق بهذه التلبية يعاهد الله جل وعلا على أن يستقيم على دين الله وعلى توحيد الله عز وجل فهو يلبي نداء الله عز وجل ومن معاني التلبية سرعة الاستجابة ومنها أيضا الإقامة والاستمرار والثبات والدوام على هذا الطريق لبيك اللهم لبيك فكانوا يقول يا ربي أنا مجيب لك إجابة بعد إجابة أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ثم يأتي هذا اللافظ الذي شمل كل أنواع التوحيد فكل أنواع التوحيد تجسدت في هذا توحيد الألوهية إن الحمد والنعمة لك والملك فالملك لله والحمد لله والنعم كلها من الله عز وجل والمتصرف في هذا الكون هو الله عز وجل لا شريك لك توحيد الألوهية المحامد التي وصف الله عز وجل إن الحمد هذا توحيد الله عز وجل بما يختص به من أسماء وصفات فكل هذه اللفظة اجتمع فيها معاني التوحيد وفيها من مضامين التوحيد ما ينعكس على الملبي إذا لبى فإنه سيجد أثر ذلك في نفسه تعلقا بالله عز وجل وخضوعا لله واستجابة لله عز وجل وتلبية لكل ما يريد الله عز وجل وكذلك أيضا ينعكس على عبادات الإنسان فلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا شعار من أجمل الشعارات وهو التوحيد كما وصفه جابر رضي الله عنه حينما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء ينبغي للحاج أن ينشغل به من حين ما يشرع في الإحرام بالنسبة للمعتمر حتى يبدأ في الطواف بالبيت إذا كان الإنسان قد حجة متمتعا بعمرة فيقطع الطواف إذا بدأ الطواف بالبيت وبالنسبة للحاج إذا أحرم بالحاج يبدأ ويكون هذا شعاره حتى يرمي جمرة العقبة هوم العيد فيستمر هذا النداء ويستمر هذا الشعار والحجاج كلهم ويشرع لهم أن يجأروا إلى الله وأن يرفعوا أصواتهم ولهذا كان الخلص من عباد الله على رأس من أنبياء الله عز وجل كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون هذه التلبية وكانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج فالعج هو رفع الصوت بالإهلال وبالتلبية والثج هو كثرة إراقة الدماء لأن الحج أيضا فيه إراقة الدماء فيه النسك الذي يذبحه الإنسان إما وجوبا للمتمتع والقارن وإما تطوعا بالنسبة لغيره ولكن هذا موطن أيضا يذبح فيه لله عز وجل فالمقصود أن نرفع الصوت بالتلبية وكذلك اللهج بهذه التلبية هو مشروع ويثاب عليه الإنسان ويباهي الله عز وجل بمن يكمون في هذه المواقف وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية فهذا الشعار لا شك أنه متضمن لتوحيد الله عز وجل لكن المطلوب من الحاج أن يتأمل هذا الشعار وأن يخرج هذا الشعار من قلبه قبل أن يخرج من لسانه وأن ينعكس أيضا على واقعه وأفعاله فلا يليق بالشخص أن يقول لبيك اللهم ولبيك وهم متعلقون بالدنيا أو متعلقون بأغراض أخرى أو يدعو غير الله عز وجل أو يتبرك بالأشجار أو غيرها أو يذهب مثلا إلى عرفات ويرى مثلا هذه الصخرات التي ليست لها ميزة سوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بها ثم بعد ذلك يصرف شيئا من أنواع العبادة لهذه الصخرات كل هذه المظاهر لا تليق بالحاج وتنافي ما قام عليه هذا الأصل وهذا الحج وهو توحيد الله عز وجل جميل يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم عن محجة البيضاء لينها كنهاري لا يزيغوا عنها إلا هالك نعم فصلتم القول لدكتور إبراهيم فيما يتعلق بالتلبية وأن هذا شعار من شعارات الحج وأيضا فيه التوحيد يبرز فيه التوحيد لو تحدثتم عن مظاهر التوحيد الأخرى في الحج الحج كله توحيد بدءا من تأسيسك كما ذكرت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا هذا توحيد وتثنية بهذه التلبية التي هي أول ما يبدأ به الحاج ليعلن دخوله في النسك أن يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا هنا وقف مع هذا الأشياء من المشروع للإنسان إذا أراد أن يدخل في النسك وهو الإحرام أن يقول لبيك اللهم إن كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرا أو عمرة متمتعا بها إلى الحج وإن كان يريد الحج فقط أو يريد الحج والعمرا يقول لبيك اللهم حجا وعمرا أو لبيك اللهم حجا هذه التلبية ليست نطقا بالنية فالله عز وجل يعلم النية والمشروع الإنسان أن يكون فيما يتعلق بنيته يسر بها ويجعلها لله عز وجل إنما الإعلان بها هذا أحد الصور التي يظهر بها توحيد الله عز وجل كيف؟ لأن هذه التلبية خلطها المشركون بالشرك وكانوا قبل عهد الرصوص صلى الله عليه وسلم كانت تلبيتهم شرك ولهذا يقولون هذه التلبية يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بمخالفتهم ولهذا لما أمره الله عز وجل بالحج أرسل في السنة التاسعة أبا بكر رضي الله عنه وجعله أميرا على الحج وأمره أن لا يطوف بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان لأجل أن يطهر هذا المكان كما أمر الله عز وجل بتطهيره من كل مظاهر الشرك فهذا أيضا من المعالم التي يراها الإنسان في هذا الحج ثم بعد ذلك الطواف بالبيت الله عز وجل يبدأه الإنسان بالتكبير يشترى على الإنسان أن يدعو الله عز وجل فيه وكلها مظاهر من مظاهر التوحيد ينهي الطواف بأن يصلي عند المقام كما أمر الله عز وجل حينما أمر الله بأن يصلي الإنسان عند المقام يشرع له أيضا أن يقرأ في ركعة الطواف بسورة الكافرون التي هي براءة من الشرك وبسورة الإخلاص التي هي إعلان للتوحيد ثم حينما يذهب إلى السعي ويشرع في السعي يقرأ الآية المعروفة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهم أول ما يبدأ السعي يبدأه بالذكر الذي أورده جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله فحينما يصعد على الصفا يكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كلها توحيد الله عز وجل وهكذا في كافة مناسك الحج حينما ينتهي الإنسان من الطواف والسعي ويعني يقصر أو يحلق ثم بعد ذلك يحرم بعد ذلك في الحج يبدأ موضوع التلبية وحينما يذهب إلى يعني كافة المناسك ولكن عرف على وجه الخصوص وهي ركن الحج الأعظم عرف التوحيد لله عز وجل ولهذا الدعاء الخاص فيها الذي هو أفضل الدعاء هو توحيد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 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 الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فكلمة التوحيد هي أعظم دعاء يدعو به الإنسان في هذا الموقف للدلال على أن الأمر كله توحيد الله عز وجل نعم دكتور إبراهيم أنا سوف أعود إليك وأتحدث معكم يتعلق بدعاء يوم عرفة وأنه أيضا مظهر من مظاهر التوحيد لكن بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير نواصل بعده حديثنا مع ضيفنا فكونوا معنا أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام حيث نواصل حديثنا مع ضيفنا الدكتور إبراهيم الميمن حول موضوع توحيد الله في الحج حياكم الله مرة أخرى دكتور إبراهيم أهلا وسهلا بكم واصل الله عز وجل وينفعه بالجميع قبل الفاصل كنا نتحدث عن مظاهر التوحيد في الحج وتوقف الحديث عند دعاء يوم عرفة لو فصلتم القول في هذا الدعاء وأيضا كيف يكون مظهرا من مظاهر التوحيد حقيقة مظاهر التوحيد كثيرة لكن يوم عرفة وهو ركن الحج كما يعلم الجميع وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يوم عرفة هو يوم توحيد وتذلل وخضوع ورجوع إلى الله عز وجل فحال العبد واستكانة العبد وإعلانه الذل والافتقار لله عز وجل فهو لا يريد أي شيء من أي شخص كائنا من كان وإنما يريد ما عند الله عز وجل وما اجتمع هؤلاء في هذا الصعيد إلا ليحظوا بالوعد الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يباهي بأهل الموقف ملائكته فالكل يتجير الله ويتعلق بالله والتعلق بالله وتعظيم الله عز وجل ومحبة الله والتذلل كلها عبوديات فإذا ما أخذنا مفهوم التوحيد أنه إفراد الله جل وعلا بما يجب له إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادات فهذه عبوديات عظيمة تجتمع وهي من أجمع وأنفع وألذ العبادات التي يمكن أن يقوم بها الإنسان في هذا الموقف ويتأسى بها الإنسان وهذا أحد أوجه ومظاهر التوحيد في الحج يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقيق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من توحيد الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم تنوبكم ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف جعل حاله يعني كان هو موضع الأسو والقدوة وكان في حاله وفي تذلله وتخشعه ووقوفه بهذا الموقف كل ذلك مظهر من مظاهر التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم والذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الدعاء وسمى هذا دعاء مع أنه كلمة التوحيد لماذا؟ لأن الإنسان حينما يعني يتلفظ بهذه الكلمة كلمة التوحيد فإنما يجرد حاله ويتوجه إلى الله عز وجل ويرجو ما عند الله عز وجل ويتعلق بالله ولهذا كان دعاء فهو ذكر ولكنه هو دعاء فيدعو الله عز وجل وهذا يعني أيضا يعني يذكرنا وينبهنا إلى أن الأمر أوسع من أن نتقيد بألفاظ وقد نقولها ونحن لا نستوعب معناها فكل حال الحاج بدءا من إحرامه وحتى يفرغ من حجه فهو في عبودية الله عز وجل كما يقرر ابن القيم رحمه الله أن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة فدعاء المسألة التوجه إلى الله عز وجل ورفع اليدين والدعاء هو أحد معالم التوحيد في الحج فالدعاء لله عز وجل والحاج يدعو ربه جل وعلا وينزل حاجاته بالله عز وجل بل ويستجمع كل ما يحتاجه هو وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى كذلك يعني وطني وعلى مستوى كل من يحتاج الدعاء فهذا موقف تسكب فيه العبرات كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن التوجه إلى الله والتعلق بالله عز وجل والدعاء لله عز وجل والذي يملك كل أمر حقيقة النفع والضر والإحياء والإيمات وكل ما يكون من الأحوال هو الله عز وجل ولهذا الإنسان حينما يقف فهو يجرد حاله لله عز وجل وتوحيده لله عز وجل ويتمحض في هذا التوحيد لله عز وجل إذن ذكر الله والدعاء والوقوف بين يديه كلها والعبودية الأخرى الافتقار والتذلل والخضوع والتعظيم والمحبة لأن هذه كلها عبوديات لأن العبوديات تشمل عبوديات القلب وعبوديات اللسان والآصل في عبوديات اللسان وعبوديات الجوارحية عبوديات القلب فمتى ما قام بقلب المسلم تعظيم الله عز وجل ومحبة الله والخوف من الله عز وجل ورجاء الله فهذه العبوديات ولهذا معنى العبادة وهو يعني العبادة هو مفهوم التوحيد معنى العبادة اسم يجمع كل ما يقوم به الإنسان ويفرد به الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لكن أساسها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلوح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب إذا كان يصدر منه هذه العبودية خالصة لله عز وجل وإذا ينبه الحجاج ويذكر إنسان نفسه بهذا أن يكون هذا الأمر ينطلق لله عز وجل فلا يؤثر فيه في هذا الموقف ولا ينصرف إلى أي شأن وإلى أي غرض وإنما يتجه إلى الله عز وجل فهذا كله مما يجرد الإنسان يعني العبودية لا تنحصل فقط على أن يقول الإنسان أو أن يفعل أو أن يدعو هذه نعم هذه من مظاهر التوحيد ومن مظاهر العبودية ولكن ثمت عبودية وهي عبودية القلب ولهذا عبودية القلب يجب أن يعتني بها الإنسان وهي محل نظر الله عز وجل كما ورد في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فإذا ما صدر من القلب عمل خالص لله عز وجل متجردا فيه لله عظم الله أحب الله عز وجل فوق كل محبوب جعل الله عز وجل هو غايته افتقر إلى الله تذلل إلى الله العبودية هي التذلل والخضوع فإذا اجتمعت هذه العبوديات فحينئذ سيتحقق هذا التوحيد وسيكون هذا جزءا من مقاصد هذا الحج في هذا الجانب وهو جانب توحيد الله عز وجل جميل دكتور إبراهيم ومن الأعمال القلبية أيضا والعملية تعظيم شعائر الله قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لو تحدثتم عن هذه الجزئية من هذا الموضوع ولا شك ولذلك من الملفت يعني من المهم جدا التذكير بهذه الشأن وارتباطه بتوحيد الله عز وجل لأن من الملفت أن هذا الأمر وهو التعظيم ورد في سياق آيات الحج فورد في سياق آيات الحج لما قال الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشك بشيء قال بعد ذلك ذلك ومن يعظم حرومات الله فهو خير له عند ربه وقال بعد ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهذا من مقاصد الحج ومن معاني التوحيد أن يقوم في قلب الإنسان تعظيم الشعائر الله عز وجل والإنسان يجب أن يستشعر هذا المعنى لأنه جاء إلى مكان معظم عظمه الله عز وجل واختصه وشرفه وكل من وفد إليه سيزداد أيضا شرفا بوصوله إلى هذا المكان وكذلك العبوديات التي شرعها الله عز وجل في هذا هي ليست مجرد رسوم أو شكليات وإنما هي عبوديات لله عز وجل فيقوم بها الإنسان ولكن لا يقوم بها تقليدا أو اتباعا أو يقوم بها كما يرى الناس يفعلون وإنما يجب أن يتور في قلبه وفي نفسه معنى تعظيم الله عز وجل وإذا تحقق تعظيم الله ومحبة الله والتذل لله عز وجل والافتقار إليه فهذا هو مبنى العبودية والغاية التي خلقنا الله عز وجل لأجلها ومن عبودية الله الحج الغاية هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلابد أن يستشعر الحاج هذا الأمر ولابد أن ينعكس هذا على أقواله وعلى أفعاله وعلى تصرفاته وعلى تعامله مع من حوله ولهذا لا يمكن أن يصدر منه لا أذية ولا فسوق ولا غير ذلك ولا جدال ولا إلحاد ولا كل ما يكون سببا لتعكير الأجواء في هذا الموقف لما لأنه يعظم شعائر الله عز وجل لا يصطر من قلب يعظم الله عز وجل أن يأتي ويؤذي المسلمين في هذا المكان أو أن يضايقهم أو أن يقوم بأي عمل يكون فيه خدش لتعظيم هذا المكان فهو مكان معظم اصطفاه الله عز وجل واختاره واصطفى أيضا له هذه الشعيرة وهي العبودية الله عز وجل بالحج فالحاج حينما يأتي يكون من أعماله التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ويتعبد بها أن يعظم شعائر الله وشعائر الله يشمل كل العبودية التي يقوم بها الحاج بدءا من الإحرام وما يلي ذلك من الطواف والسعي والوقوف بالأماكن التي أمرنا بالوقوف بها وذبح الهادي كل هذه من شعائر الله عز وجل فشعائر الله هي مناسك عبادته الظاهرة التي يراها الناس كلهم مطلوب منه أن نعظم شعائر الله عز وجل ومن تعظيم شعائر الله عز وجل احترام كذلك من جعل الله عز وجل قدرهم أن يحرسوا هذه البقاع وأن يقوموا على خدمتها فيقدر لهم مثل هذه المواقف إذا رأينا رجال الأمن وهم يحرسون هذه البقاع وهم يقومون بخدمة الحجيج أيضا يقدر لهم الإنسان مثل هذا لأن هذا جزء من تعظيم شعائر الله عز وجل نعم دكتور إبراهيم أريد أن أتحدث معك في مواضيع كثيرة لكن فيما بقي من وقت البرنامج أريد أن نتحدث عن نقطتين مهمتين الأولى أثر تحقيق التوحيد على وحدة المسلمين وعلى نجاح موسم الحج وأيضا فيما لو أخلى بعض الحجاج بموضوع التوحيد كيف سوف يكون أثره أيضا على نفسه وعلى من حوله التوحيد هو الأصل الذي يجمع البشر كلهم فإذا حقق المسلمون توحيد الله عز وجل فهذا سبب الاجتماع كلمتهم ذكرنا النصوص التي جاءت في وعد الله عز وجل بالتمكين والاستخلاف وأيضا من حقق توحيد الله عز وجل فهذا هو المعنى الذي تجتمع به كلمة المسلمين وهذا الركن وهو الحج إلى بيت الله الحرام من مقاصبه جمع كلمة المسلمين ولهذا يفد المسلمون من أقطار شتى وبفئات مختلفة منهم من يكون مسؤولا في بلده وكلهم يقفون على مكان واحد يوحدهم الهدف والقصد والعبادة فكلهم يطوف بهذا المكان وكلهم يطوفوا متجردا لله عز وجل عن مظاهر الدنيا وعن الألقاب وعن الزينة فتجد أنه في إزار وإداء ويطوف مع كافة المسلمين هذا من توحيد الله عز وجل للمسلمين في هذا المكان ولهذا الحج حقيقة من المواسم والمؤتمرات العظيمة التي ينبغي استثمارها في جمع كلمة المسلمين وفي تصفية ما يكون بينهم من إحن وخلافات وأبغان وغيرها وهذا ما تقوم به بلادنا ولله الحمد ولهذا تتبنى بلادنا المملكة العربية السعودية في هذا الموسم جمع كلمة المسلمين ويكون منها ما يحقق هذا الهدف ولله الحمد ولذلك يجتمعون ويلتقون بولي أمر المسلمين ويكون في هذا الحج منافع متعددة من المنافع أن تزال بعض أسباب الخلاف وأن يدعو ولي أمرنا أيده الله إلى كذلك توحيد كلمة المسلمين فيتحقق بهذا الحج من توحيد القصد ومن توحيد الهدف ومن توحيد الشعائر والمشاعر ومن وحدة كلمة المسلمين التي هي مقصد من مقاصد الشرع وأمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم هذا يتحقق ولكن هذا المؤتمر العظيم وهذا المكان الذي يجمع المسلمين من كافة أقطار الدنيا ويتباحتون من منافعين يتباحتون فيه مشاكلهم وأمورهم سواء على مستوى مثلا بعتات الحج أو التجمعات أو على المستوى العام الذي تتبنىه هذه البلاد فكل ذلك مما يحصل به الإلفة وجمع كلمة المسلمين وتزول به أسباب الخلاف ولا شك أن أعظم ما يجتمع عليه المسلمون هو توحيد الله عز وجل لأن هذا هو الأصل الذي اجتمعت عليه الرسالات كلها فكل رسالات الرسل ودينات السموية كلها اجتمعت على هذا الأصل ويجب أن يكون هذا أيضا هو سبب جمع كلمة المسلمين فالأسباب الأخرى التي يجتمع بها الناس سواء كانت أسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها قد يحصل بها لكن المعنى المؤثر والعميق الذي يزيل أسباب الخلاف واجتماعهم على توحيد الله عز وجل جميل أنا أشكرك دكتور إبراهيم على هذه الكلمات والتي تحدثنا فيها حول موضوع توحيد الله في الحج فشكر الله لكم وشكر الله لكم على إثارة هذا الموضوع المهم ونسأل الله عز وجل أن يتم للحجاج نوسكهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين كما أسألوا سبحانه وتعالى أن يجعل عملهم خالصا لوجه الكريم وأن يحقق لنا ولهم توحيده سبحانه وتعالى وأن يعز ولاة أمرنا ويؤيدهم ويحفظهم ويجزل لهم الأجر والمثوبة كفاء ما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام اللهم أمني رب شكرنا يمتد لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها حول موضوع توحيد الله في الحج ووحدة المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يؤدوا نسكهم على أكمل وجه وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين شكرنا يمتد لكم على طيب المشاهدة نلقاكم في حلقة أخرى قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميع